بابا ياتو ياتو ليه من قولي ياتو ياتو ومينا بابا ياتو ياتو ليه من جينا لحقوه ليتو سوي أفريكا إكس بريس يا أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل في أفريكا إكس بريس تحياليكم الناس كل وينما كنتوا ما وعدكم يتجدد معنا كل نهارس بترفقكم المدة ساعة ونص من زمان نرجع بكم على أهم الأخبار والمحطات الإفريقية نحكيه اقتصاد نحكيه تنمية نحكيه زيادة بيزنس وفرص فرص الاستثمار وكذلك فرص التدريب والتكوين وكالعادة كذلك نحكيه على نجاح النساء الإفريقيات واليوم نجاح ميب المياه تونسي نحكيه عليه بعد شوية سعيدة جدا في حضوري معكم اليوم معكم نديا منصور من قدام الميكرو وكالعادة يرفقني سي رضا محجوب المختص والاتشاري في الأسواق الإفريقية أهلا وسهلا بك وسهلا بك نديا وفيت الكوب دافريق بالتوينسا وفيت الكورة بالتوينسا وفيت الاسبيسيالي اللي عملوهم التاسا ووقفة غادي الحكاية حبينا نكمل ونزيدوكم أكثر معلومات على بلدين اللي فنلعبوا معهم في الويت يام والكالت الوانكار والدمي ونحضر في روحي ونغزر شكوين إفنتيون ما مشون نلعبوا معهم يخي ما كاموا لأسف فراوحوا كويت الحكاية لأسف 6 مليار دولار في الأسواق الدولية والهدف هو جمع تبارعات هذية لدعم التنمية الاقتصادية للبلاد اليوم الكود ديفوار شفتوها في الكوب دافريق شفنا توينسا كيف يشرووها شفنا التنظيم ساعات مشكور ساعات ما هوش مشكور سيريذا الأفكار متبينة بالنسبة للتوينسا اللي مش روكو ديفوار غي سامون بعد شوية بش نحكيه بأكثر تفاصيل اليوم على البلاد هذية وعليش والله جيتك يوغيوز جمعة كيف من السنة بش نقاملك شنت لك سؤالة والموضوع الثاني بش يهزنا للنيجر المرة هذية والنيجر اللي عاشت انقلاب اليوم موزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قاعد يعمل في دولة في القارة الأفريقية مهتم كالعادة أمريكا مهتمة ومن بين الزيارات كانت للنيجر بلينكين يقول لك صحيح نحنا ندين الانقلاب ولكن هذا معناتها لا يمنعنا أننا نتحدث ونتحاول مع النيجر كل حاجة بلسطة نحنا ناس منظمين كيف شوهم من ناس منظمين هذا يش نكتشف مع كنتي بعد شوية سيري في غضو الأفريق بش نحكيه على مصر المرة هذية وتوصية البرلمان المصري بإعادة هيكلة شركة مصر للطيران نعوده مرة أخرى بالحق فبا مشكة اليوم في شركة الطيران الأفريقية شنوه السبب هما نحكيه على خدمات قاعدة المستوية هل اليوم إعادة هيكلة تنرجم توصل مصر للطيران نحن جمال فاتكو نحكيه للجوم بأفريقيا هون بدأت تحرك وقدت تعمل في إعادة هيكلة وهذه كل رأيه يجي في استراتيجية لتعزيز قطاع النقل بصيفة عامة في مصر وخاصة في مجال الطيران فرصة أفريقية لليوم بش نحكيه على أنغابو قامت بإصدار ووكلة الطاقة الدولية اللي قالت أنه من المتوقع أنه تزيد من طاقة جنوب الصحراء الكبرى عفوا في القارة الإفريقية في قدراتها في مجال الطاقة المتجدة بأكثر من ضعف مارتين بشي تطرب في مارتين منها حتى الـ 2028 وتوضح أن زيادة هذه مرتبطة مصادر طاقة المتجدة قاعدة تتطور وتركيز البلدين هذه على الطاقة المتجدة تفاصيلنا قاها معاكينتي بعد شوية سيلي ذا في هيتاك أفريكا اليوم بش نحكيه على سافريكو حكينا عليها برشا سافريكو بش حكيه على مبادرة شركة سباركو وشركائها زيادة لدعوة الاستغتابة والشركات النشأة إنها تنظم لبرنامج الاناكساليغاتور اليوم موجود بش نرجو على إفكتيفما الاهتمام هذي بشركات النشأة وويني نرجم يوصل الفرص هذية ويكبرها وتولي تدخل في صفقة شركات الكبرى اللي ملايها في القارة الإفريقية كامبيوس أفريكلي اليوم بش نحكيو الكود إيفوار نرجعو لها كأس الأمم الإفريقية كانت معانتها بالنسبة لبرشانيس بالنسبة للناس اللي زادة اليوم اكتشفت البلدن هذي ولكن زادة الكود إيفوار توفر فرص متاع تدريب وتكوين تتغلبك هذي هذي هو كيفيش لعبت اليوم الكود إيفوار على النقطة هذي وكيفيش استغلتها لصلاحة هذي اللي بش نكتشفوه بعد شوية ونقفله معكم بعد بش تكون ضيفتنا مادام نيسين بالزاوية مزلكاف دونك في الداف مرات تونسية تعيش في غانا اليوم بش تحكينا على تجربتها بش تحكينا على إيشها في أكرة بش تعطيكم بعين تونسية تقريبا التجربة إنو اليوم انتي اللي تسمع فينا عندك ميشان في غانا عندك اوپورتونيتين متأخذنا في غانا وماذا بيك قريت لزارتيك لو شفت للدوكومنتي غماما ماذا بيك تسمع تونسية حكي لك على تجربة في غانا بعد شوية دون كالك تان بش تكون معنا مادام نيسين بالزاوية نحنا نبدأو تو دوسويت بزوم سور الافريك زوم سور الافريك إذا اللي الكود إيوار استغلت الكأس إفريقيا بالحق مع تهي عندها مشكلة أوكي في الماتشوية اللي عبادهم يلسنفو يلسنفو سو بيلا ميشي في البزنس ميشي في تجميع الأموال ميشي في التكوين وهذا اللي أكد هون لأنه اليوم الكود إيوار تمكنت انها تجمع تقريبا 2.6 مليار دولار من الأسواق الدولية وهو الهدف الأساسي هو دعم الاقتصاد متاع البلاد هذي الكود إيوار تتعرف البلدان الحاجية التمتاحة في العامل السابع تخش للأسواق المالية وتطلب أن تعمل في تفن الحاجية التمتاحة كانت بثنين فاستة مليار دولار لذلك خرجت قالت أنا غني حاجتي بثنين سنسلف من الأسواق دونك طالب أثنين فاستة مليار قدش جاءوها عورد متاع تسليف لوس جاءو 8 مليار دولار كملي جوان حببابت نحن طلبنا واحد فاستة صنين ما كسبش ربي نحن طلبوا دوبال نحن طلبنا مليار دولار مليار دولار نحن طلبوا دولار على أقل أكثر من بونك موديا الخدر. ستة فاس ثلاثة ستة فاس خان ثمانية في المئة معنا أغلى ولكن احنا في الوقت الحالي إذا كنا نخرج للأسواق المالية ما نهابتوشي على عشرة في المئة تاوة التاش في المئة نقول لك. فيو لا ستواصل والرنكي كنتان. وما نساورش نلمو ها ثمانية مليارات هذو ما دولارات سعيب شوية باش نلموهم. آآ دونك الكود يفوار سيح فرما اللي فيه كوب دا كوب دا افريق ساكليخ. عالم كل يحكي على الموضوع ذايا دونك فرصة. بلسن ومتايميك مني ما هوش. موش مختار هاكي. لا لا كيك اختاروا انو العباد كل مركزة حساير فست الواحد وزيارات وعباد خاتم جي وجي. لون خرجوا في الوقت ذاك. احنا في الفترة الفترات في تونس كنا نحقوا اللعبة هذي. فرما دي سورتي في مانا في جيبو دي اللي بيت باندو متاع الجابان فرما ياتوتون تكنيك وعنا نعرف ونعملوها التكنيك هذي اللي ما عاش نعرف ونعملوها. المدة الاخيرة هي كيفاش نخرجوا قصة حلوة اللي بتخلي اللي زنفستيسور يعطيونا ثقة ويحطوا فلوسهم فينا. وحتى اذا كان دون اتيت بخيفي موش شركات اجنبية كبيرة تحبي تجي وتحبي تستثمر. بعض الاحيان تلقى عدد صعوبات باش تكمل الثنية بتاحت تلقى برشة تعطيلات ادارية. رغم لي فهم برشة مجهودات باش يقع اه تسهيل المنائق متاع الاستثمار. لكن دي ما ما زال عم فهم الماكينات تقيلة. ورغم كل المجهودات اللي قاعدة تصير فهم الوزيرة جديدة نتمنونها كل اللي هي تحتها جستبا. تسكي فينسمنت تسكي اه انفستيسمن ديركة ترانجي اه اتراكتي بيتي متاع السيد لتونيزي تحت بسؤلية تهيه بسؤلية كبيرة ونتمنونها كل التوفيق على الخطر ان تخطق العملية اللي عملت لكوة ديوار. مفروض نهيه ما بش يجي بدون لفوتور نهيه باش تعمل ونجمو بالحق تونس تونس قادرة. هذي الكوة ديوار فيما يخص الجانب السيئسي بش ناجم معاكم جست شوية نمشيو البلينكين المرة هذي اللي مزيل يعمل في دورة في القارة الافريقية ماشي للنيجير اللي عاشت الانقلاب في سبتمبر تقريبا الفين وثلاثة وعشرين اليوم بلينكين منشينا يقول امريكا اليوم نحنا نودين الانقلاب ومنشينا اخرى قولك هذا ما يمنعني شنا ندخلو في حوار مع المرتكبين متاع الانقلاب هذي في نهاية الامر نحنا ماناش متعارضين مكا مش كأنه فما نوع من الحاجة وضدها او عكسة في الخطاب هذي الامريكي اللي تعودنا بيه ولا هكا يظهر اللي هو دي. هو مدة الاخرانية بالكل من يجيه ترامب والموقف انتعه من افريقيا غريب يسر. هو ترامب بالنسبة اللي هو افريقيا ماشي ماشي قره ومهم شعبات. شو مين دوغ ماشي بشيهز زي. ولا ما معناه بالنسبة اللي هو ما تعنيهش افريقيا دهار ما بنسبة لما البساج متاع متاع ترامب امريكا اعطت بظهرها لأفريقيا وخليتها رتعوا فيها نفس كل به. تو في اخر المنداء متاع بايدن متاع بايدن توا معناها يحاول انو الوزير الخارجي متاعه يحاول يتلقى شون لنجمي لكن الكورة هربت دجا. نعم جدًا افريقيا بايدن تحركوا كتاب بشا قدي تحركوا فما الهنود اللي كانت تحرك بسيبة كبيرة بشا لكن بسكيت مغني عملي حتى حس موجودين غادي كان سور بلاس استثمارات هامة وهمة جدًا من الهند في عدة بلدان افريقية خاصة في الشرق هو اليوم متوجه متاع وكان الغرب ومشايل البلدان يقع فيها دي كود تا ميليتر. هم متاع معناها العالم كل يوز يقول دو من تيو سارجل معناها انت بلاديمقراطية. اي. ومشي تحكي مع العبادة. عاوح دمون قلب. اي لو يقول لك ريال بوليتيك. اه. هذي الى ريال بوليتيك. ريال بوليتيك. بنسبة لي هو كي سار كودتان انا بوكي نتحاول نشوف نش مناعمر معهم. اي مش اصلا التعامل مش على نفس المستوى بالنسبة لكافة الدول. واصلا التسمية بتاع الانقلاب ساعد تكون اختيارية من طرف اي اي اولا انتقائيا نوعا ما. هذا حاب يسميه انقلاب والانقلاب. ما يحبوش يسميوه. ما يسميوش هانتي والمصالح المنطقة هذية او اليوم فقدر يقعد يعمل في الليب سول ويجول كيم يحب. مهم. وتغييرات سارت في فقدر ما حكينا. وتاو حتى ما لو سوى دي مرسونير اقوى. وتحت الدراب ومتاع الدولة. ودريكتما. ولو آآ قادي نسان تران دو ميو سوروك ستركتورية جمعت آآ الرويسة في الموضوع هذية. الامريكان يقول لك هذي اخر كارتا. خاصة آآ نقولها آآ ترامب هعندو تو تخي تخي غون شانس مش يرجع. آآ آآ شوفناه شوفناه معناها في الانتخابات للحزب متاعه ودلوان الى ماساك خي. آآ جمعه كل قدامه وتعادة ديريكت. وعمره ما خبه بنسبة ترامب امريكا فرست. نسبة لي هو كل ما يصير خارج امريكا ما يعنيش. بنسبة ليه كان امريكيا ونحميه امريكيا ومصالح امريكيا امريكا ومعها اسرائيه لك هون. هذو ما الحاجات اللي تلفت لهم. ما بعد هذي احنا كافرقة من عنيوش برج. بنحنا احنا اكيد بش نتابعوا لت المعنت هالتابعات ونتائج النتائج الانتخابات الامريكية على القرى الافريقية ستدبان شكون من الكانديدا بش بش يربح. آآ نوفيكم باكفة تفاصيل اكيد في برنامجنا. مزينا مواصرين معاكم. في فرصة فيك بعد شوي بش نحكيوه على الوكالة الطاقة الدولية. الطاقة الدولية عفوا المخي في لاتوميك. الطاقة الدولية اللي تقول انه اليوم البلدين افريقيا جنوبة الصحراء من الالفين وثمانية عشرين بش تضاعف حجم المدخيل فيما يخص الطاقة المتجدة. آآ وتوضح انه زيادة هذي مربوطة بمصادر الطاقة ليماشي وتتطور في المنطقة هذيك. هذالي بش نحكيوه فيه بعد شوية في فرصة افريكا. نحن نمشيوه مع فاصل إسرائي لنشوه.